صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا خلونا نروح نصبح دلوقتي على زمنتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطاق الصباح الخير يا لمياء صباح الخير عليك أحمد صباح الخير عليك جمانا وصباح الخير عليك على كل مشاهدين في كل مكان سؤال بس صغير كده كنتي بتعملي فترة ضغوطات الامتحانات بص أنا هاخد منك من كلامك جزء لا تخضوة لا أنا شابهك في حاجة وشابه جمانا في حاجة أولا طبعا في معسكر في البيت بيحصل ما فيش تليفزيون ما فيش دخول ولا خروج ولا حتى مدرسة الدروس بتبقى في البيت وقاعدين فماما بتبقى عاملة قلق وتوتر في حالة فزع كده في البيت إنما أنا زاياك في إيه؟ إن أنا زاكرت خلاص بالضبط وربنا يعمل له وعاوزه بالضبط ليه زاكر زاكر فما بقاش يعني ما فيش حاجة بتوترني قد ممطي في وقت الشدة ولازم تزاكري ولازم تجيبي درجات كويسة ولازم يقوله بنتي مش عارفة إيه بحيث إن ده ضغط كتير علي بس أنا خلاص زاكرت يا ماما يعني بعمل نفسي بزاكر بس خلاص الدماغي قفلت بقى فترة الامتحانات دماغي بتقفل وخلاص مش هكتب غير وقت اللجنة ووقت الامتحان بس بس لكن ما بعملش أي حاجة تانية الحقيقة